ملك السدهات قناته اتهكرت حالا وانا بتكلم مع حضرتك قناة مرتضى منصور اتهكرت عايز اقول لحضرتك على اليوتيوب مفيش حد كبير وضحت لك الكلام ده مية الف مرة خد بالك على قناتك وخد بالك على فريق العمل اللي شغال معاك لان انا متأكد بنسبة مية في المية ان الغلط هنا مش مرتضى منصور لان هو مش اللي بيشتغل على قناته يعني لو جينا دخلنا على قناة مرتضى منصور وبصينا هنلاقي ده بس مخانف ده مخانف ده ممكن يؤدي الى اغلاق قناة انا شخصيا يعني لو ظهر هنا يؤدي الى اغلاق قناة انا شخصيا القناة ساعة ساعتين هتتحذف ويبدأ يكلمه تدعم الفني الخاص بيوتيوب على تويتر وكان حسام عبدالله شرح مبارح فيديو كامل ان ازاي تسترجع قناتك على تويتر وحيبدأ يرجع فيديوهاته القديمة بعد لما حزف فيديوهاته ولكن القناة مش هتتأثر لان ليها جمهور يعني ليها جمهور فالقناة هترجع زي ما كانت بس هنا هنتكلم معاك وهتكلم معاك بما يرضي لا انا وانت ان انت قناتك لو مش لها جمهور وتسرقت هتوحشنا ولو انت قناتك كبيرة صح صح جدا للتين بتاعك والفريق بتاعك صح صح حرفيا للتين بتاعك والفريق بتاعك لان الموضوع بقى اوفر جدا 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 فيه قنوات كتير جدا الفترة الاخيرة اتهكرت بسبب فريق العمل الناس كتير جدا مع بعض مشتركين في قناة واحد بيعمل منتاج واحد بيعمل صورة من صغيرة واحد بيعمل واحد بيعمل واحد بيعمل ويلا يعمل حاجة كل واحد معايا بقى الايميل بتاع القناة واحد يجي يعمل برنامج مكرق او مهكر يوحشنا وقناته تتسرق مرة تسلا مرة ايه ار كي وانا تقريبا الفترة الاخيرة عرضت لحضرتك مجموعة كبيرة جدا من القنوات اللي بتتسرق في ثواني وانت الى هذه اللحظة مش عايز تأمن قناتك بيو سي بي سي كورتي مش عايز تأمن قناتك بانك ما تفتحش روابط يعني تقريبا الساعة 3 الفجر بيستنوا لما الشخص ينام ويبقى مش موجود ويبقى مش مؤكتف على قناته ويبدأوا يسرقوا القنوات ركز لان الفترة الاخيرة تسرق مجموعة كبيرة جدا من القنوات كبيرة جدا 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 فانا بقولك ان مرتضة منصور قناته تسرقت في ثواني وفي لمح البصر حالا وانا بتكلم معاك حالا يعني انا لو عايز اقولك ان الفيديوهات دلوقتي يبص لسه مشاهدات اهي مشاهدات بس اللي اكبر من كده ان في فيديوهات عنده ده سبك من ده لان ده في قناة تانية يعني ده في قناة تانية لكن انا عايز اقولك حاجة ان هو عنده فيديوهات دلوقتي لسه معروضة ومحطوطة ركزوا جماعة وخافوا على قنواتكم نصيحة مني ليكم لان الموضوع اكبر بكتير جدا مما تتخيلوا مهما كنت انت بتفهم مهما كنت انت واعي مهما كنت انت مصح صح لازم تركز ان ايميل قناتك ما تدخلش بيه على اي روابط وانصحك اقسم لك بالله انصحك لما تعوز تعمل اي حاجة لانما تجرب على كمبيوتر تاني لانما تجرب على موبايل تاني وخلي ايميل قناتك اسرار حرب يا جماعة قناتك ليست في امان بنسبة 100% وانت تحكم الاول والاخير في امان قناتك مهما كنت مقمنها بخطوطين باربع خطوات بتسع خطوات فالروابط اللي انت بتضغط عليها هي امانك تفكيرك اللي انت بتفكر فيه وانت شغال على اليوتيوب مش عايز تدفع فلوز في برنامج فتراح تجيب مهكر او مكرج البرنامج اللي انت بتجيب الروابط دي يكون فيه مزرع جواها هكر وكراكات وانت في الاخر اللي بتندم وانت اللي في الاخر اللي بتزعل وانت في الاخر الخسران فعلشان كده يا ابن الحلال بنصحك ويا ابنت الحلال مفيش حد كبير على التهكير قنوات كبير وشركات كبيرة الفترة اخيرة بتتهكر ودينا بنشوف قدام انت كنت بتزعل يعني في اسمي فيديو ناصر منسي لسه نزله على تويتر ولسه داخل اتفرج عليه اتفاجأت ان القناة سرقت او الله فانت اركز وصحصح وفوق انا خاف عليك كل ما فيه قلقة تتسرق انا باجه اتكلم معاك علشان افوقك علشان اصحصحك علشان تخاف علي قناتك واكل عيشك تمام شكر للجميع والله العظيم الواحد بقى خايف من كل حاجة اي حاجة بتتبعت له اي كلام مع اي حد بقى خايف منه صدقني انا بقيت خايف من اي حاجة حوالي اي رابط اي حاجة اكل عيشي رزقي ده اللي بيحصل ده ممكن في سباني قناته حشك وتبدأ ترجعها من الاول وتكلم وتعمل الله يكون فعونكم يا جماعة والله يكون فعونا ويكون فعونا جماعة منشيل محتوى الواحد حرفيا ما بقاش بيفكر غير ان هو يعد يومه من غير ما يحصل له مشاكل شكر للجميع